حنيت للمرعب كلمت كابتن شاوه غريب ساعتها انت علاقتك بالكابتن شاوه القويه اساسي طبعا يا عمى كنت ابتلعب في منتخب الشباب هو اللي دخلني لمنتخب الشباب وبعد كده كمان هو اللي دخلني تقريب وكان علاقته بيكو قوي جدا لفاكر عمل جيل للاحية بتاعتك بص أصدر محمد هو جمال حمزة ورداشحاتة واليماني واليماني وامير عزمي وامير عزمي وامير عزمي ومحمد صبحي ومحمد أبو جريش ومحمود محمود أحمد سامير الباك رايت محمد عبد الواحد وحسن أمين بالضبط العتراوي والاعتراوي بتاع المحلة بالضبط محمد صبحي وشريف إكرامي وائل زينجا سنعامل جيل كويس جدا جدا والصداقات بتبدأ في المرحلة دي صداقات عمرك بتبدأ في المرحلة دي على علاقة بالناس من الناس دي لغاية دلوقتي. طبعا. والمدرب في مرحلة الشباب والناشئين. زي الاب. بالزبط كده. زي الاب. بتنسهوش. مستحيل تنسي لأنه معك في مشاكلك. معك في عندك قصص في الجامعة. عندك قصص في المرحلة السنية. وبحكم المرحلة السنية. وبحكم ان انت قاعد في المعسكرات للنهار. هو بيشاركك في كل قراتك الحياتية الطبيعية. اه بالزبط. فبيشاركك في كل. كان الشكاة الجوية كان شاطر في دي. اه هو شاطر جدا في موضوع التعامل عنده. نفسي. يعني قوي جدا في القصة دي. فالعلاقة مستمرة وممتدة. وحتى وانا شغال في الاعلام. يعني فكرني بموقف وانت في سنة صغير كده كابتن شاوء عمل لك في حاجة او اشتكت له في حاجة او كلمت معه في موضوع. مش فاكر يعني مش فاكر موقف معين انما هو كان لنا كلنا يعني قبف مشاكلنا في كل حاجة في يعني كابتن شاوء وكان عنيف. وكان عنفه في ان احنا مسلا انا فاكر. عنيف بمعنى انه كان شديد في المعسكر. لا عنفه بطريقة مختلفة. مش شديد ان هو يعنيفك. كان بيعامل حاجة غريبة جدا معانا. بس انا في انتهى لان في المرحلة دي بتبقى محتاجة طالما المدرب عارف ان اللعيبة بتحبه. بسلوب العقاب بتاعه كان غريب جدا. كان عندنا مطشين والديين مع قطر. واتغلبنا المطش الاولاني. وما بين المطشين ثلاثة ايام. خاصمنا. خاصمكم? اه خاصمنا. ما بقاش يتكلم معانا. خالص. خالص. يعني هو في جنب وانتو في جنب. اه. التمرين بعد التمرين برشانا خبير. ولا اي حاجة وكابتن حمص دايه هو اللي بيدير التمرين هو مخاصمنا محدش يسلم عليه. كان بيعمل محاضرات على طول ما بيتكلمش. يعني لو جدت روح تسلم ان يعملنا كده. ما احنا خلاص بها احنا عارفين فما بنسلمش. فاحنا عارفين عشان ما نتحركش يعني. فهو مخاصمنا خالص ما بيكلمناش. لان هو طبيعته اولا بيعمل محاضرة يتكلم معاك. سانيا يقول لك السلبات والاجبات. هو يعني خد اعقاب بطريقة تانية خالص ان هو خاصمنا. لغاية ما كسرنا المطش التاني ثلاثة واحد وجيه بقى وصالحنا. فهو كان كان يعني الكلام ده ما ينفعش مع فرستيم مسلا. فرستيم ما ينفعش مدرب يخاصم اللعيبة. لا ده هيعنفهم ويقولهم. وهو كمان لما اتعاملت معاك في الفرستيم. سواء في الانتاج الحربي او حتى في المنتخب الاولمبي لانه اعتبر لعيبة فرستيم. الامور مختلفة خالص في طريقة العقابة. بس هو حاس ان انتو المطش الاولاني ما اديتوش كل اللي جواكو. بالضبط. بالضبط. فالكامرازي يبقى زي 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 متدق منكو. بالضبط. انا متدق منكو وانتو ما تستهلوش ان انا اصحب. التعب كل ده. اه بالضبط. فكابتن شوقي الاعلاقة ممتدة حتى وانا شغال في الاعلام كابتن شوقي يعني متابع جيد جدا. فكنت بكلمه اقوله القضية دي اخبار الدنيا فيها ايه. رأيك ايش جازات. اه بالضبط. فما حسيت انك عايز ترجع للملعب. كلمته. كلمته. قلت له بصة كابتن شوقي كان هو لسه خارج من تجربة المنتخب الاول. طوله بصة كابتن شوقي انا انا بفكر. هو تجربة بالك تظلم فيها. اه طبعا. يعني انا من الناس اللي كنت يعني بس هو شوق غريب في التجربة دي بالذات. انا باعتبرها من اسوأ تجربة لسبب. لانه اتظلم فيها جدا. والناس موقفتش جنبه. بدون تفاصيل. الناس موقفتش جنبه وهو لكنه دخل عمليان تحرية. اه بدون تفاصيل. يعني دخل عمليان تحرية. هو جاي بعد برادلي وكان وقتها مشاكل كتير. بالضبط. اه. فهو التوقيت كان صعب جدا. طبعا. الفترة كتوليلة جدا. بتلعب مطشاط التصفيات في وقت قياسي وقت قليل. بتغير جلد. اه دخل لعيبة كتير جديدة لسه ما دخلتش المنتخب اول مرة كانت تلعب. اه بشيء بصفة دولية. فكل الكلام ده وتأثر على كابتن شاوي. وان كان كمان اللي انا عرفته بعد كده. ان العقد بتاعه ما كانش يعني بعد ما خرج من التصفيات. عقده من انه ما يمشيش. ولكن هو قال انا طالما ما اتأهلتش انا همشي. همشي. تمام. بالضبط. كلمت. كلمت. كلمت وقلت ركبتن شاوي انا بفكر جدان يخش التدريب. قال طب يعني خلينا على اتصال وخلينا ايه نشوف الدنيا فيها انا هشوف. ما قال لكش لا خليك في الاعلام. الاعلام احسن لك. ما ما قال لكش الكلام ده. يعني هو يعني وفقك على الفكرة. اه اه. لغاية مرة لقيته بيكلمني. وانت شغل في الاعلام عادي. انا شغل في الاعلام اه. وكان جالي برضو قبليها عرض مع كابتن محمد يوسف في الشرطة العراقي. وكان عايزنا نسيب الاعلام برضو. بعدين انا يعني اعتزرت له. لتقول انا مكمل في الاعلام شوية لانا مش عايز السفر برا يعني. فكابتن شاوي يكلمني قال لي اه. لا اعرفت من من الاخبار ان كابتشاوي مسك الانتاج الحربي. اه. الخبر اللي بتجي لك بقى انت اعلام بقى الاخبار بقى. اه. وانا قلت يعني اطلعت قلت الخبر. فالمهم ما اكلمه. واحنا على اتصال كل يوم. اه. قعد اسبوع ما يردش علي. بعد ما ميسك. المهم بقعت له رسالة بتقول كابتشاوي انا بكلمك عشان ابارك لك. انا مش عايز حاجة. اه. المهم راح مكلمني بعدها باسبوع راح ايه اللي بقى او باربعة ايام كده. اه اللي احنا انا مسكت الانتاج وكنت بكون جهازي ومكانش ينفع ان انا ارد عليك او اكلمك. غير لان ما اخد الموافقات واعتمد التشبه. وكنت بزبط كل حاجة. اه بالزبط. احنا معنا كازك عبدالسطار صابري عبدالزاهر السقه وقل الرياض. اسامة عبدالكريم. كمان عبدالواحد. وباقي اعضاء الجهاز الاداري. بطولة تماما كابتن تجربة كويسة وخلاص واعتظرت الادريم. ودخلت بقى سلك التدريب. ودخلت الكريل التدريبي. اه.